عدن تضيء من جديد وبحناجر أبنائها تهتف للسلام الذي لطالما حملته أيديهم البيضاء وأبعدته أياد الحرب للعام الرابع يستمر أبناء هذه المدينة في إحياء مهرجان المدينة الأشهر مهرجان عدن التراث التاريخي في محاولة منهم لإظهار رغبة السلام من وسط زحمة الأخبار المأساوية اليومية فبعد أن تحررت المدينة من قفضة ميليشيا الحوثي في يوليو 2015 أقام سكانها أول مهرجان تاريخي تراثي يهدف لإبراز ما تكتنزه عدن من إرث ثقافي وحضاري ولإدخال الفرح والأمل في قلوب الناس رغم المعاناة وفي هذا العام أقيم المهرجان بنسخته الرابعة حيث شهد إقبالا كبيرا من أبناء المدينة وتم خلاله عرض العديد من الفقرات والوصلات الغنائية والرقصات الشعبية مع مشاركة فاعلية لنجوم الفن والطرب في المدينة تخلل المهرجان أيضا العديد من الفقرات الفنية والتراثية والثقافية كما تضمن معرضا للصور ولوحات تشكيلية لفنانين شباب بالإضافة إلى معرض للكتب التاريخية وعروض لأزياء شعبية الحفل الذي تم تنظيمه في حديقة سيت الشهيرة بمدينة كيريتر رسالة سلام من المدينة وأبنائها إلى العالم في زمن الحرب التي طالت مدتها وامتدت نيرانها إلى كل بيت يمني رسالة مفادها أن عدن ستظل مدينة السلام والحب والتعايش مع مختلف الأطياف والثقافات رغم ما تمر بها المدينة من تشويه لا سيما الذي لطالما اقترن بالحب والتعايش رسالة مغلق شكرا